أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم إداعة دفعة الثانية من دعم معالجة عجل الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمال الدعم البالغ مليار و 200 مليون دولار دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية وأوضحت وكالة الأنباء السعودية واس أن هذا المبلغ سيخصص لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن وذكرت الوكالة أن هذا الدعم يأتي تأكيدا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة مليار و 200 مليون دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازن لديها ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر